والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأشهد أن لا إلهي لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعد حياكم الله خواني خواتي في برنامج آية وفايدة من فوائد هذه الصورة العظيمة التي نتكلم عنها في هذه الحلقات أقصد صورة البقرة أطول صورة في القرآن لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وكيف ظنوا أنهم يخدعون الناس وكذلك يخدعون رب العالمين والواقع أنهم يخدعون أنفسهم فالفائدة التي نستخلصها من هذه الآيات أنه يجب على المسلم أن يصدق في كلامه وفي أفعاله وأن يبتعد عن الكذب في الأقوال وفي الأفعال شوان يعني الكذب في الأقوال؟ أن الإنسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فيلتزم هذه الشهادة وما فيها من معاني يصدق في كلامه مع الناس إذا تحدث فاصدق في كلامك كما قال النبي عليه الصلاة وسام على سبيل المثال في البيع والشراء البيعان بالخيار ما لم يتفرقه فإن صدق وبينا أمورك له ما في بيعهما شوفوا شلون الصدق يجيب لك البركة الله أكبر تصدق في بيعك وشرائك هذا أهمهم جدا تصدق مع الأطفال كان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يشاهد امرأة أم وتنادي ولدها ما سكيت شيء بيدي تعال تعال أعطي كذا فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل المرأة يعني في شيء بأيدي شنتين ولا تكذبين على هذا الطفل فالمرأة قالت يا رسول صلى الله في تمر بأيدي فقال لو لم تفعله لكتبت عليك كذبة الله أكبر حتى مع الأطفال نعم حتى مع الأطفال يجب عليك أن تصدق الحديث لا بل يمكن هذا الأمر أخطر ليش لأن إذا تعودت الكذب مع الأطفال هؤلاء الأطفال سيكبرون على الكذب فاصدق معهم يكبرون مع الصدق يصدق الإنسان في كل شيء حتى في أشياء قد تجر عليه بعض العقوبات ليش لأن الفوز في الآخرة أهم من النجاة من عذاب الدنيا وهذا نأخذ من قصة كعب المالك رضي الله تعالى عنه لما تكاسل عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده عذر كان يعني قد آثر الراحة فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك ورجع جاءه الناس الذين ما خرجوا معه يعتذرون جاء هذا وقال يا صلى الله عليه الصلاة والسلام كان عندي كذا وهذا كان عندي كذا من المنافقين طيب فالرسول عليه الصلاة والسلام وكل سرائرهم إلى الله لكن لما جاء كعب المالك وطبعا هلال من المية ومرار الربيع يا رسول الله أنا ترى ما عندي عذر أنا تخلفت عن الغزو بسبب الكسل طيب فأشوفوا شلون هذا الرجل وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى ثلاثة بالذات صدقوا وما كذبوا وتحملوا العقوبة اللي جتهم شنو هي كانت العقوبة خمسين يوم ما كان الناس يتكلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام منع الناس من تكليمهم لا تكلمونهم حتى أنزل الله صبح و تعالى الفرج وتاب الله عليهم وشوف شلون يجب على الإنسان أن يصدق حتى لو كان فيها قضية صعوبة ومرارة طيب يمكن بعض المرات شل يصير واحد يمكن يدعم سيارة أحد مثلا وما يدري هذا الإنسان مو موجود صاحب السيارة ثانية لا يمكن أصدق اكتب رقمك انتظره شوف تقع على باب بيته طيب لا تهرب وتحمل نتيجة الصدق ليش؟ لأن الأجر كبير عند الله سبحانه و تعالى يقول لا بس أنا راح أدفع بعض الأموال زين أنا أحسن لي خلوه ما حد يدري عني ولكن الله يعلم أنك فعلت هذا الأمر أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسيرا كذلك يجب علينا أن نحرص على الصدق في الأعمال شون يعني الصدق في الأعمال؟ أن الإنسان يبتعد عن الرياء لأن شنو معنات الرياء؟ الرياء كذب كذب بالأفعال أن الإنسان يقوم يصلي عمام الناس ليس ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى يبي وري الناس أنا تشوفوني ترى أنا أصلي يلا أبيكم تمدحوني يلا أبيكم تقولون عني أن هذا الإنسان يقوم الليل وهذا الإنسان يبكي في الصلاة هذا الإنسان يطيل في الصلاة هذا كذب بالفعل هذا فعل المنافقين وهذا من الأمور الخطيرة وهذا يسمى الرياء أو الشرك الخفي سبحان الله ليش؟ لأن أنا ما أعلم نيتك أنا دخلت المسجد ونقيت واحد قام يصلي بعد صلاة العشة ويصلي في المسجد ساعة أو ساعتين أو يمكن نحن طلعنا من المسجد بعد صلاة العشة ورجعنا المسجد صلاة الفجر سبع ساعات وما ساعة ويصلي طيب ليش؟ يريد أن يري الناس هذا كذب بالفعل وهذا ما يجب وعمله مردود وهذا إنسان مأزور غير مأجور يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث خطير والله قال الله تعالى هذا حديث ألسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيه وتركته وشركه يعني أنت لما تعمل من الأعمال يعني من العبادات وقد أشركت مع الله سبحانه وتعالى يعني الصدقة زينة زينه بعد همنا خليه يحطون اسمي مثلا في الصحف حطون اسمي مثلا في التلفزيونات وفي النذاعة يتكونون اسمي أني أنا متصدق بالمبلغ وفلاني زين أبي الناس تذكرني بالخير هذا يعتبر شرك في النية ولا يجوز هذا الإنسان كيف ستكون نتيجته يقول الله سبحانه وتعالى تركتوه شركه فسيترك الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بسبب شركه ليش؟ لأنه ما عنده صدق في الأعمال إنسان يظهر للناس أنه صائم وهو يريد أن يذكره الناس بالخير سبحانه الله طبعا أشد الناس عذابا أو أول ما تسعر بهم النار هذا الصنف من الناس المرائي سبحانه الله الذي لم يصدق في أفعاله وهذه من صفات المنافقين تخيلوا الرسول علي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة ثلاثة أصناف متصدق مجاهد وقارئ أو عالم أنه متصدق يتابي يوم القيامة تعالى أنت ممكن تتصدق أي يا رب كنت تصدق عشان يعني فيه سبيلك لا أنت تصدق ليقال كريم وقد قيل خذوه إلى النار والمجاهد أنت جاهدت وقاتل فيه يقال جريء قد قيل خذوه إلى النار والقارئ أو العالم أنت قرأت أو أنت علمت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل خذوه إلى النار والعياض بالنار شوف شلون الكذب في الأفعال والأعمال أدى إلى ماذا يجب علينا أن نصدق في أقوالنا وفي أفعالنا فإذا كان الناس لا يطلعون على نياتنا فالله سبحانه وتعالى مطلع على النيات فيجب علينا أن نحرص على قضية الإخلاص شنو معنات الإخلاص؟ الصدق في العمل وكذلك في القول تخلص عملك يعني يباتك لله رب العالمين أنا لا أرجو جزاء ولا شكورا من الناس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وغيرها من الصور يخادعون الناس ويظنوا أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى لكن الواقع أنهم قد خدعوا أنفسهم فالإنسان المرائي والمنافق هذا لا يخدع إلا نفسه وإن فرح أنه قد كذب على الناس في الدنيا في يوم القيامة يفضحه الله سبحانه وتعالى أيضا يعني في هذه الآيات أما مهم جدا فائدة مهمة جدا وشنو الإنسان قد لا يشعر بهذه المصيبة التي أصابته وهذا والله أمر خطير جدا أنه سبحان الله يعمل الإنسان يصاب بمرض طيب وهو ما قام يفحص ومطلوب من أنه يفحص ولا قام يفحص يفحص كل ستة شوق ويصيبه المرض ستة شوق وسنة وسنتين وما كل جسمه المرض هذا لكن بسبب إهماله وصل إلى مرحلة متقدمة فسبحان الله هذه المشكلة الإنسان يخادع الناس ويخدع نفسه ويظن أنه قد فاز والحقيقة أنه في الدرك الأسفل من النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنجينا من النار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الصادقين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته